بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطهرين هناك من الصائمين يشكون من العطش كيف نرفع العطش في أيام الصيام العطش نوعان لابد أن نعرف العطش نوعان إما عطش كاذب وإما عطش حقيقي العطش الكاذب حيث نعبر عليه بالعطش الكاذب أن الصائم أو الإنسان حقيقة جسمه لا يحتاج إلى الماء لكن لأعراض تعرض على جسمه حيث يحتاج إلى الماء ويتصور أنه عطش حقيقي أسباب العطش الكاذب ممكن مشكلة في المعدة يعني يأتي بلغم لزج ومالح على أطراف المعدة والطبيعة تطلب الماء لكي تغسل هذا البلغم من أطراف المعدة ويطلب الماء بالكثرة ولكنه لا يحتاج إلى الماء حقيقة ثانياً ممكن من شدة حرارة الكبد وثالثاً ممكن من شدة حرارة القلب أنه يطلب الماء ينبغي أن الصائم أو كل إنسان يعالج هذه الحالة لكي يرتفع عنه العطش الكاذب لأن كثرة شرب الماء يسبب المرض للإنسان الشيء العطش الحقيقي أنه العطش الحقيقي يأتي من بعد الجهد والتعريق واقعاً لسان الإنسان يجف البدن يحتاج إلى شرب الماء ولهذا ماذا يصنع الصائم ليرفع العطش الحقيقي من الأمور النافعة لرفع العطش في أيام شهر رمضان بالأخص لذوي الأعمال الشاقة أولاً المداومة على أكل سويق العدس سويق العدس يعني تأتي بمقدار من العدس وتدق هذا العدس حتى يكون دقيق العدس وتحمص هذا العدس بشعلة على شعلة هادئة يعني مقدار نصف ساعة أو ساعة ويستفيد منه الصائم على طول يعني في وجبة الإفطار في وجبة السحور فإنه قاطع للعطش الشيء الثاني عدم أكل اللحم في وجبة السحور أو الأطعمة المالحة لأنها تطلب كثرة شرب الماء فيقلل الإنسان في السحور هذه الأطعمة ثالثاً تأكل سبع تمرات سبع تمرات وفي عقيب كل تمر تشرب كثرة من الماء فإنه يختزن الرطوبة في جسم الإنسان على طول النهار وأنت لا تحتاج إلى شرب الماء رابعاً عدم الإكثار من الأكل المقلي عدم الإكثار من الأكل المقلي لأن الأكل المقلي بالزيوت يسبب العطش للصائم في طول النهار التكثير من أكل الخضروات والفواكه بالأخص قبل وجبة السحور فإنها جداً نافعة نافعة وقاطعة للعطش هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة